ازلت اشتغلت في الميناء شركة أما ويس يعني انا لما قابلتك في الميناء كنت متجوزة ومخلفة اه، بس ما كانش حد يعني عشان ما كانش حتى يشغل واحدة عندها مسئوليات وبيت وعيال طب لما لقيت عيني منك ما قولت ليش ليه انك متجوزة وعندك عائل دي كتا يام حلواوي كنت بتجيب لي هدايا وبتعمل لي اللي انا عاوزاها وانا كنت طقت من الشغل ومن العيشة وتحبت دخلة وخارجة وشغل وبيت ده غير بسبسط الرجالة في الدخلة والخارجة قلت خلاص اسماعيل ده بقى ربنا بعتولي عشان يعوضني عن اللي فات يعني انا لما اتجوزتي كنت حسمت راجل يعني اتجواز باطل عشت معاك السنين دي كلها في الحرام لا! ما تقولش حرام الامري ما عملتها حاجة حرامة ولا ما كنتش اتجوزت انا لما لقيتك عاست اتجوزي رحت طلبت الطلاق من راضي وما تحكتش عليه قلت له ان انا حتجوز لا بسم الله ما شاء الله عليك خلينا وكل حاجة عندك واضحة ترق ترق ده هو حاول يرجعني حاول كتير ولما لقاني مصممة قال لي يبقى تسيبي الوعد قلت بركها يا جامع ما انت كنت عارفة لو جتيلي وانت طالة ومعاك عاير كنت هرفض كنت اعكيد هقول لا مش كده ولا ايه لا مش كده مش كده خالص انا قلت ان احنا بعد ما احنا اتجوز خب انا غالية عندك وليه اقيمة هستأذنك اجيب معتز يعيش معانا ما عملتش كده ليه بدل المصيبة السودة اللي اعتينا فيها بعد ما اتجوزنا معتزه احشي رحت وكنت احطلب من ابوه انه يسيبهولي بأي دمن عشان يجي يعيش معانا في الغاز اللي احنا فيه بدل ما هو مدفون معاه بس لما روحت لقيتهم سابوا البيت القدير واختافوا دخت عليه دورت عليه في كل حدة ملقتهمش حزنت وتقعبت واستعوضت ربنا واكتفت بيك